السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أن من التلفزيون المصري القناة الأولى بتشرف أن يكون موجود مع حضراتكم كل أسبوع في يحكى أن وسائل التواصل الخاصة بالبرنامج بتكون معروضة أغلب فترات الحلقة ممكن حضراتكم ترجعوا لأي جزء من محتوى حلقاتنا السابقة هتلاول حلقات كاملة أو مقسمة لأقسام كتيرة جدا جدا ممكن تكتبوا اسم الموضوع اللي تحبوا أنكم تتفرجوا عليه وهيطلع لكم أكيد إن شاء الله عدد كبير جدا من الفيديوهات إذا ما كانش الموضوع موجود فبتكون دي فرصة كويسة أنكم تلفتوا نظرنا لها وتبعتولنا أنكم عايزيننا نتكلم في موضوع معين ممكن برضو تبعتولنا أسئلة واستفسارات عن أي حاجة أنتم عايزينها وأكيد أنتم عارفين أن نحن بنخصص حلقات كاملة للرد على أسئلة حضراتكم النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أكتر من موضوع وهنبدأ موضوعاتنا النهاردة بحالة أو بموضوع بيكون ملاحظ عند بعض الأطفال خاصة الأطفال حديثي الولادة وهو زيادة العرق عند الأطفال يعني أطفال بتعرق كثير في الشهور الأولى كده الأطفال في الشهور الأولى من عمرهم بيكون عندهم عدم انتظام في نشاط الغدد العرقية دي حقيقة طبية ده مش مرض فاهمين قصدي؟ الأطفال في الشهور الأولى ما بيكونش عندهم انتظام في أداء وعمل وظائف الغدد الدرقية وده نتيجة اضطراب إفراز مادة اسمها الأميثايل كولين بتتظبط بقى الأمور دي بعد سنة تمام؟ المادة دي بتكون مسؤولة عن نشاط الغدد العرقية وزي ما قلتلكم بيكون فيها مشكلة في عدم الانتظام عند بعض الأطفال وأطفال تانية لا فتلاقوا أطفال ما تعرقش خالص يعني ما بيكونش عندها مشاكل خالص في الموضوع ده وأطفال تانية تعرق بشكل واضح جدا وده بيحصل يعني تحديدا زي بعض الأطفال أثناء الرضاعة على فكرة الرضاعة يا جماعة مجهود بالنسبة للطفل يعني أنتوا ممكن تفتكروا أنه هو إيه المجهود في اللي بيحصل ده لكن الأمر الواقع بقى أن الطفل اللي عمره أيام أو أسابيع أو حتى شهور قليلة بيحصل على لبن الرضاعة ده لبن الرضاعة ده على فكرة في الأول بيكون قطرات كده يعني بيكون كمية قليلة جدا بيزيد مع انتظام عملية الرضاعة المنظومة دي كلها منظومة بتستدعي بزل مجهود بالنسبة للطفل خلاص فده بيكون سبب أن بعض الأطفال بتعرق لكن برضو في عوامل أو أسباب تانية تخلي الطفل يعرق بشكل كبير بعيدا عن نشاط الغدد العرقية وعدم استقرارها يعني عنده زي إيه؟ زي الدفء الزائد أثناء الرضاعة يعني إيه الدفء الزائد؟ يعني بطريقة أخرى أو بأخرى يعني التصاق الطفل بالأم التصاق شديد أثناء الرضاعة هقولكو قصدي في أمهات أثناء عملية الرضاعة ما بتكونش منتبهة يعني طبعا حاجة عظيمة وحاجة جميلة وحاجة محبوبة جدا ومحمودة جدا من الأم إن الأم تكون حضنة الطفل لأنها في وضع الرضاعة لو خدتوا بالكو وضع الرضاعة هو وضع فيه حضن شوي يعني هي بتبقى واخدة الطفل كده ومحوطة وحضنة علشان يرضع بس في بعض الأمهات الموضوع بيفلت منهم شوية يعني بيزيد منهم شوية فتلاقيهم لازقين الطفل فيهم يعني الطفل بيكون لازق حرفيا في ثدي الأمة أو في صدر الأمة فده ممكن يكون سبب يعني واضح جدا أو سبب مقبول جدا إن الطفل ده يعرق نتيجة عملية الالتصاق دي بخلاف طبعا مجهود الرضاعة للسه بنقولكو عليه ممكن من الأسباب التانية اللي تخلي الطفل يرضع اللي تخلي الطفل قصدي يزيد العرق عنده بعيدا عن عدم انتظام نشاط الغدد العرقية الملابس اللي بيلبسها الطفل لو الملابس دي تقيلة فيه ناس يعني بتبقى خايفة على الطفل فبتلبسوا ملابس تقيلة وده يعني سواء في الصيف أو في الشت بيزودوا في الملابس الأخطية التقيلة تلاقوا الطفل متغطي بغطة تقيل وده على فكرة مش حلو في النوم يعني في النوم ده مش كويس وبمناسبة الملابس بيدخل فيها كمان اللي هو ايه الكلفتة بقى يعني ان الطفل يبقى غير هدومه متكلفت بحاجة تانية متكلفت ببطنية متكلفت بكذا فيه ناس كتير بتعمل الحكاية دي وطبعا يعني مرجعيتهم في ده بيكون حرصهم وخفهم على الطفل لكن احنا بننبهك وهو بنقول لكم ان ده غلط لان ده ممكن يؤدي الى زيادة افراز العرق عند الطفل كمان نوع ملابس الطفل ممكن يكون لها عامل لو الملابس دي غير قطنية يعني لازم نكون حرصين ان الطفل يلبس ملابس قطنية او ملابس ملكتان ده امر ضروري جدا يا جماعة الفنيلات تبقى قطن السلوبيتات او البجمات تبقى قطن خلاص وما يكونش فيها داخل فيها مواد مصنعة اللي هي البوليستر او الفايبرز المصنعة والالياف المصنعة ده ده غلط جدا على الطفل سواء غلط على الجلد او غلط على الطفل انها بتحرر او بتخلي افراز العرق يزيد تمام برضو في فصل الشتة فيه برضو مؤخرا كده طلع حاجة بيلبسوها الاطفال بيسموها ثيرمل او اللي هي باللفز الدارج او الشعبي يقوله بنلبسه الدفاية فده برضو غلط لان دي الحاجات دي اتعاملت في بلاد تانية او لاغراض تانية او يعني قصدي في بلاد تانية بتكون درجات الحرارة عندهم باردة جدا ففهمين قصدي انما احنا عندنا لا برضو بيبقى الجو معقول يعني او على الاقل مهما بلغت درجات البرودة ما بتكونش زي بلاد تاني فاحنا مش المفروض بقى ان احنا ناخد الحاجات دي وسواء زي ما هي كده من برة ونستخدمها او ناس يجووا يصنعوها هنا وطبعا بيبقى الغرض هو التدفئة لكن التدفئة الزائدة دي بتبقى غلط تمام برضو فيه اسباب تانية لكن مرضية بقى هنا لا قدر الله يعني ان الطفل يزيد عنده افراز العرق بسبب اسباب مرضية زي ايه زي انقطاع التنفس اثناء النوم ودي حالة مرضية يعني خطيرة انقطاع التنفس ده بيبقى مدة عشرين ثانية مثلا او اقل فهنا الطفل بيبزي المجهود لاستعادة عملية التنفس الطبيعي زي ايه كمان من الاسباب المرضية زي اي حالة مرضية مسببة لارتفاع درجة حرارة جسم الطفل زي ايه زي التهابات الجهاز التنفسي التهابات المجرى البولي وهكذا يعني اي حالة مرضية بقى بيكون مصاحبة لارتفاع درجة الحرارة دي بتزود العرق عند الطفل واخدين بالكم دي نقطة مهمة زي ايه تاني من الحالات المرضية لا قدر الله ربنا يا ربي يحفظ اطفالنا من اي سوء يعني زي بعض حالات العيوب التكوينية في القلب وعشان بس تفهمه قصدي بكلمة العيوب التكوينية يعني انا وده مش حاجة مش بقى انسبها الى نفسي ده بالعكس ده حد من انا حكيت الحكاية دي قبل كده بس عشان ممكن الناس تستغرب اللفظ شوي اني كنت مرة في احد البرامج في الازاعة بقى يعني في برنامج قصبية بس في ازاعة من ازاعته ده كان من سنين طويلة فكنت بقول كلمة ايه الامراض وبتاعه والليه علاقة بالعيوب الخلقية فلاقيت في ام فاضلة بعتت لي الحقيقة يعني على البرنامج وقالت لي يعني نبهتني قالت لي يعني سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى منزه عن خلق الخلق بعيوب يعني فده ممكن تدور على اي يعني لفظ تاني تعبر به عن نفس الحاجة اللي عدرتك عايزة فطبعا ده شيء مقدر لها جدا فانا بشكل شخصي يعني ما بحبش كلمة العيوب الخلقي خلاص فانا بستبدلها بالعيوب التكوينية يعني بيكون في عب في تكوين جزء مثلا بيكون في عيب مثلا في القلب تمام فعيب معين في القلب سمام معين مثلا طفل المفروض يتولد والسمامات دي مقفولة لكن لها بتكون لسه مفتوحة فالحالة المرضية دي تؤدي الى ان الطفل يعرق مثلا خلاص ونقيص على هذا بقى فانا بس حبيت اوضح يعني موقفي من كلمة العيوب التكوينية عشان في ناس ممكن تبقى مستوقفها الكلمة يقولوا ايه هي ايه العيوب التكوينية دي هي المقصود بيها العيوب الخلقي بس انا زي ما قلتلكم ما بحبش استخدام هذا اللفظ او اللفظ الاخر فبستبدله باللفظ الاول ايه تاني ممكن يؤدي الى زيادة حالة العرق عند الطفل بعض العوامل الوراثية ومنها امراض الغدة الضرقية عند الاب او الام يعني لو الاب او الام عندهم مشكلة في الغدة الضرقية وعندهم اهمال في العلاج ودي نقطة بس مهمة ان انا اقول لكم عليها اهمال في العلاج فممكن الطفل يكون عنده وراثة لبعض العوامل الجينية الخاصة بان هو يعرق زياد انا ليه بس عملت تركيز معين على كلمة الاهمال في العلاج لانه فيه ناس بتفتكر انه اللي عندهم مثلا اصابة بغدة ضرقية او الاصابة بمرض السكر او وهكذا طالما بتاخدوا علاج والعلاج ده ناجح انه هو يؤدي الى ان التحاليل بتبقى كويسة مثلا تحاليل الغدة ضرقية كويس تحاليل السكر كويسة فانتوا اشخاص طبيعيين تماما فهمتوا قصدي بمعنى اخر ان المرض المسيطر عليه بالعلاج الجيد بيبقى الضرر منه قليل جدا او مش موجود ده قريبا لكن كل كلامنا على ايه على الحالات المرضية لا قدر الله التي يهمل اصحابها في علاجها فهمين اصدية تلاقي واحد عنده سكر وملخبط وملخبط في الادوية ومش ملتزم بيها مش ملتزم بالاكل واحد عنده غدة ضرقية او واحد عندها عدم انتظام في افرازات الغدة ضرقية هرومنت الغدة ضرقية مش ملتزمة بالعلاج مش ملتزمة بالجرعة الدوائية مش ملتزمة بالمتابعة الطبية ده ده موضوع يعني حبيت برضو ألفة نظار كوليه خلاص لكن بشكل عام لو الأب والأم عندهم بعض أنواع الأمراض زي الإصابات الغدى الدرقية فهتلاقوا ممكن الطفل بشكل وراسي بقى يكون عنده زيادة في إفرازات العرق بس برضو زيادة محدودة يعني يبقى القاعدة الوقائية إيه يعني القاعدة بقى الوقائية اللي تحكم كلامنا في موضوع العرق عند الأطفال الصغارين إيه هي أولا إننا نكون عارفين ومقتنعين ومتطمنين إن شكل إفراز العرق عند الأطفال بينتظم بعد نهاية السنة الأولى يعني ما قبل سن سنة ما فيش حاجة مقلقة قوي يعني أو يعني إذا كان حصل العرق ده بدون أسباب يعني واضح ودي سانية دي النقطة السانية إيه هي إذا كان العرق اللي لاحظنا على الطفل ده اللي عمره قال من سنة مرتبط بمجهود بزل الطفل زي ما قلت لكم الرضاعة مثلا يبقى ده طبيعي أو إن العرق ده بسبب أخطاء إحنا عملناها زي ما ذكرنا التدفئة الزي ده التصاق الطفل بالأمة أثناء الرضاع يبقى برضو ده مبرر يعني فيه سبب أول العرق يبقى إن إحنا نتجنب هذه الأخطاء وما نقلقش تمام؟ أو إنه فيه زي ما قلت لكم أن أسباب تانية إن الطفل مثلا حرارته عالية أو بتاعه فيبقى هنا ولو إن ده يعني نادر الحدوث في السنة الأولى بس إيه؟ تمام؟ يعني بس بيحصل يعني تمام؟ طيب أما إذا لاحظنا بقى وجود فرط تعرق أو اللي بنسميه العرق الشديد يعني عند الطفل مالوش علاقة بمجهود بزل الطفل مالوش علاقة بأخطاء إحنا عملناها ها؟ فلازم فحص الطفل طبيا بدون أي تأخير يبقى نلخص القصة كلها في إيه؟ إن الطفل عمره أقل من سنة بيعرق كتير تمام؟ يبقى إحنا بنقول لنفسنا هو بنفكر نفسنا أن إفراز العرق سينتظم بعد نهاية السنة الأولى ولكن هذا لا ينفي إن إحنا لازم ناخد بالنا ها؟ في مجهود بزل الطفل يبرر هذا العرق؟ آه ده هو بيرضع كده أحيانا الحكاية دي بتحصل هو بيرضع يبقى تمام طيب في أخطاء إحنا عملناها ملابس أغطية تقيلة نوع ملابس مش ملائم التصاق الأم بالطفل قوي أثناء الرضاقها برضو يبقى نخلي بالنا نتجنب الأخطاء دي مفيش الاتنين دول ولقنا الطفل بيعرق زيادة يبقى لازم نرجع للطبيب ليه؟ ممكن يكون عنده حالة مرضية زي ما اتفقنا ممكن يكون فيه حالة زي ما قلتلكه عيب من العيوب التكويني وهكذا خلاص لكن ده برضو زي ما بقول لكم هو النسبة الأقل وتعرق الطفل أو أن الطفل يعرق تحت سن سنة ده أمر في أغلب الحالات أو أغلب الأطفال بيكون أمر طبيعي جدا جدا وليس له أي دلالة مرضية إلا في حالات قليلة زي ما قلتلكم ده كان موضوعنا الأول النهاردة طيب موضوعنا التاني عن إيه بقى؟ عن حمو النيل اللي هو كل الناس مش أقول حضراتكم لا كل الناس بتقول عليه حمو النيل قالوا ده عنده حمو النيل ده عنده حمو النيل يعني أحيانا يقولوها كلمة واحدة وأحيانا يقولوها إيه؟ حمو النيل بس هو اسمه الحقيقي حمو النيل عايز أكلم حضراتكم معلومات بسيطة جدا عن هذا الأمر البسيط عن حمو النيل وعن سبب كمان هذه التسمية بس هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل كلامنا مع حضراتكم يحكى أنه لسه مستمر مع حضراتكم خليكم معا أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة واللي بدأنا فيها الجزء الأول كلامنا عن زيادة العرق عند الأطفال خاصة بنتكلم على الأطفال في الشهور الأولى من عمرهم اللي ما كانش يمتابع معانا الحلقة وانضم إلينا دلوقتي ممكن ترجعوا لهذا الجزء في الحلقة وممكن أكيد ترجعوا لأي جزء من حلقتنا السابقة بردو وقفنا قبل الفاصل عند الموضوع الثاني اللي هنتكلم فيه النهاردة وهو حمو النيل ودي التسمية الخاطئة أو حمو النيل وهو الاسم الأصلي أو الاسم المصبوط لكن حمو النيل هي التسمية الدارجة مع ارتفاع درجات حرارة الجو وزيادة معدلات الرطوبة ممكن يظهر على جلد بعض الأطفال بعض الأطفال حبوب صغيرة لونها أحمر هي دي اللي عرفت أو بتتعرف باسم حمو النيل أو حمو النيل والله أنا نفسي عايز أقولي التسمية صح بس خايف الناس تبقى فاكرة أن أنا بتكلم عن حاجة تانية أنا بتكلم عن حمو النيل يا جماعة حمو النيل ده أو حمو النيل بيحصل نتيجة اضطراب نشاط الغدد العرقية برضو تمام أفضل طرق علاجه هو تجنب العرق خلاص وتخفيف ملابس الطفل في الشهور الحرة أو في الأيام الحرة وإن الملابس حفظنا بقى تكون من القطن أو الألياف الطبيعية القطن والكتان والحاجات دي كلها استحمام الطفل برضو يوميا بماية فترة من أكتر الحاجات اللي بتفيد الأطفال إذا ظهرت عليهم هذه الأعراض أو هذا العرض تحديدا اللي هو النقطة الحمرة الصغيرة وأكيد تهوية أماكن وجود الطفل بشكل جيد أهم نصحتين في موضوع حمو النيل أو حمو النيل هما النصيحة الأولى إننا ما نقلقش منه أصلا خالص والنصيحة الثانية ودي نصيحة مهمة قوي هي تجنب استخدام بدرة التالك بدرة التالك دي على فكرة فيه خلاص فيه أماكن كتيرة وفيه بلد كتيرة منعت استخدامها خالص وبيتهالن فيه حتى شركات كانت بتصنعها وقفت استخدامها بدرة التالك دي حاجة مش كويسة حاجة خطر بتزيد من سداد مسام الجلد فبالتالي هي بتزود الحالة بتزود حمو النيل مش بتعالجه وأنا بقول لك كلام ده علشان خاطر فيه كتير قوي كان يعني فيه أجيال طلعت في الحياة عندهم أمهاتهم لما كانت بتغير لهم وهم أطفال يعني الأطفال صغارين كان بعد ما يغيروا ويتنظفوا لازم كانوا الأمهات يرشوا بدرة التالك دي بدرة التالك اللي هي بالكاف تمام؟ ودي ليها أخطار كبيرة أو زي ما قلت لكم بتسد المسام تمام؟ ولو فيه لسه بقايا سوائل بقايا مياه يعني نتيجة أن الطفل كان بيتنظف أو كده بتلزق فيها بدرة التالك دي وبتتحول لعجينة حتى لو إحنا مش شايفينها وممكن في التنايات كمان ده غير أصارها السلبية السيئة جدا على الصدر عند الأطفال فعشان كده أنا بقول لكم أرجوكم بلاش استخدام موضوع أو بلاش حكاية بدرة التالك دي خالص أخيرا بقى سبب التسمية بتاعت حمو النيل أو حمو النيل لأن هذه الحالة اشتهرت جدا في الشهور الحرة وتحديدا في نهايات شهر يوليو من كل عام وشهر أغسطس وبالكامل لأن هذا الأمر كان مرتبط الحالة دي كانت مرتبطة بفترات فيضان النيل منذ القدم زمان أوي من مئات سنين خلاص فعشان كده دي الفترة دي كانوا بيسموها حمو النيل وكأنه فترة الفيضان دي هي الفترة التي يحمى فيها النيل أو كان النيل يعني بيكون في حالة من الحرارة أو من الشدة ليه فترة الفيضان فسموا هذه الحالة اللي كان بتظهر في الأوقات دي اللي زي ما تفعلنا يا ملعاش علاقة بالنيل خالص لكن ليه علاقة بالجو الحار وزيادة العرق فسموا هذه الحالة المصريين يعني قديما سموها حمو النيل وتدرج الاسم ويعني باستخدامه باللغة العمية لغاية ما بقى اسمه حمو النيل فدي كده 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 مع الماشي يعني تمام هنتكلم دلوقتي مع حضراتكم في موضوع جديد خاص بالجلد برضو وهو عن التانية أظن فيه كتير أو بيسمعوا الكلمة دي أو سمعوا الكلمة دي أو بيخافوا من الكلمة دي واليوم حق طب التانية من أشهر الحالات المرضية اللي بتصيب الجلد عند الأطفال وعند الكبار الإصابات في الأطفال بتكون أكتر لسوء الحظ يعني يعني الأطفال عرضة أكتر للإصابة بالتانية ليه؟ لأن جلد الأطفال بيكون أضعف من جلد الكبار وبالتالي بيسهل اختراقه أسرع من الفطريات اللي بتسببها التانية التانية أنواع كتيرة جدا والتفرقة بينهم مش إحنا اللي بنفرق بينهم لازم يكون عن طريق مش إحنا يعني قصدي مش أباء وأمهات التفرقة ما بينهم لابد أن تحدث بعد الفحص الطبي في تخصص طب الأمراض الجلدية وبعد تشخيص نوع الإصابة نوع التانية ما هي التانية أنواع زي ما بنقول بيتحدد العلاج المناسب والتانية ممكن تيجي في أي جزء ظاهر من الجلد أو جزء مختفي من الجلد زي إيه في مكان شهير جدا ناس كتير عارفة الحكاية دي زي بين أصابع القدمين مثلا يعني مش شرط يبقى الجلد ظاهر لا ممكن يبقى جلد مختفي برضو ممكن يصاب بالتانية ممكن كمان التانية تصيب فروة الراس فروة الراس وفي حال ظهورها في الرأس في الراس يعني فمكان الإصابة بيحصل فيه تساقط للشعر خلوا بالكوا قوي بقى من النقطة دي ليه؟ لأن في ناس كتير قوي ممكن تفتكر خطأا يعني يفتكروا أن التانية اللي جات في فروة الراس دي ما يعرفوش نها تانية فيفتكروها قشر شعر حجمه كبير يعني يفتكروا أن دي ده قشر شعر بس حجمه كبير خاصة أن القشر منتشر عند الأطفال بس طبعا الأطفال الصغيرين خلاص؟ وليه بيفتكروها بقى كده ناس كتير؟ لأن التانية مش بتكون إصابة دائرية طول الوقت يعني ممكن تبقى دائرية أو بيضوية أو كده خلاص؟ لكن أنا بقى بحب أقول للناس اللي ممكن يفتكروا خطأ هذا الأمر نصحح لهم إزاي؟ أولا لما نلاحظ حاجة في راس الطفل أو في أي حاجة أو في أي جزء من أجزاء جسم الطفل في راسه وفي جلده وفي كلام ده كله أو عندنا إحنا حتى كجبار لازم نروح للدكتور دي أول نصيحة وأهم نصيحة تاني نصيحة أو تاني معلومة إن قشر الراس عند الأطفال القشر عند الأطفال بيختفي بحد أقصى عند نهاية السنة الأولى خلوا بالكم التوقيت بقى يبقى معنا كده إيه؟ إذا كانت الإصابة بعد عمر السنة فغالبا ده مش قشر أو مش قشر أصلا مش غالبا يعني فيبقى دي حاجة تانية يبقى إذا كنا يعني الطفل عد السنة أو كنا شكين فيها إحنا من البداية يعني عمره أقل من سنة وشكين خاصة إذا حصل بدايات تساقط للشعر فلازم زي ما بقول الفحص الطبيئة الفوري مش هنخسر حاجة صح كده؟ طيب نرجع تاني للتانية واللي هي عبارة عن إيه بقى؟ مرض يعني هي عبارة عن إيه؟ مرض يؤدي لالتهاب جلدي سطحي بيكون السبب في التانية أنواع كتيرة من الفطريات هي مرض اللي بيسببه فطريات مش بكتيريا ولا فيروسات لا بيسببه فطريات عشان كده العلاج بيكون بمركبات دوائية بنسميها إحنا في الطب أنتيفانجل اللي هي مضادات الفطريات والتانية في أغلب الأحوال بتاخد شكل البقع الدائرية أو البيضاوية زي ما قلت بتكون نعمة في المنتصف في النص أو في المركز بتكون نعمة لكن كل بقى منخرج بره بتكون محاطة بقشور حمرة أو حواف حمرة بتكون زي ما يكون ملتهبة كده زي ما يكون لها دايرة كده أو حاجة بيضاوية والحدود دي بتبقى حمر أكيد أكيد كل اللي أنا قلته دا مهم لكن الأكيد برضو أن اللي هقوله دلوقتي حالا أهم ليه بقى؟ لأنني عايز أقول إيه أهم أسباب الإصابة بالتانية؟ وبالتالي لما نتجنب هذه الأسباب نتجنب هذا المرض الفطري صح كده؟ أو المرض السخيف يعني أهم أسباب الإصابة على الإطلاق تبادل كابات الشعر كابات الرأس ودي حاجة مشهورة جدا بين الأطفال وخصوصا في فترات المصايف وفترات الأجازات تبص لو الطفل لبس طائية أو كاب عشان الشمس والحاجات دي كلها فتبص تلاقي طفل تاني ياخده ويلبسه وطفل تالت ياخده وأحيانا بتبقى الموضوع دا لعبة يعني يقعدوا يلعبوا ويتخطفوا من بعض وكتزا فده واحد من أهم أسباب الإصابة هو تبادل كابات الرأس ايه تاني من أهم الأسباب على الإطلاق تبادل توك الشعر عند البنات توك الشعر مش بس التوك تبادل الأمشاط اللي يا جمع مشت يعني أو فرش الشعر خلوا بالكم قوي من النقطة دي وخلوا بالكم من النقطة دي كمان ليه لأنه في صالونات التجميل اللي هو الكوافيرات يعني بتبصوا تلاقوا أحيانا وعند الحلقين يعني الرجال بتبصوا لو أحيانا فرش الشعر بس أنا بتكلم ليه عن السيدات أكتر بتلاقوا لأنه فيه كتير من السيدات نتيجة كسافة الشعر عندهم بيبقى أكتر يعني فبتلاقوا فرش الشعر بتكون فيها تكتلات كده من الشعر خلوا بالكم النقطة دي قوي فأنتي برضو حضرتك لو حضرتك رحتي للكوافير أو كده ولقيتها ولقيت الكوافير يعني بيستخدم بقى فرشة وفرشة دي فيها شعر أنت تخافي تقوليه لأ لازم شعر دي يروح أو لازم الفرش دي تتعقم أو حاجة زي كده أنا مش عارف طبعا أنا يعني معرفش إيه اللي بيحصل جوه بس معرفش إيه حدود إنكم ممكن تطلبوا حاجة زي كده بس وانتوا لازم تطلبوا حاجة زي كده لأنه فرش الشعر لازم تتعقم لازم تتنظف على طول مش بس أنا مش بكلم عن أدوات القص يعني فيه أجهزة كده بتبقى عند الكوافير أو عند الحلاء ممكن اللي هو بتبقى أجهزة كده اللي هي زي المطهرات يعني اللي هي إيه أو أجهزة مطهرة يتحط فيها المقص يتحط فيها مش عارف إيه أنا بكلم بقى عن فرش هنا فرش الشعر هل الفرش كمان بتتطهر؟ أنا مش عارف حقيقة وأنا قديني قلتلكو هو إن من أهم أسباب الإصابة بالتينية زي ما قلتلكو تبادل الكبات وتوك الشعر وفرش الشعر والأمشاط اللي هو جمع مشت من الأسباب الشهيرة قوي برضو الإهمال في تطهير حمامات السباحة دي نقطة مهمة جدة على فكرة ممكن التينية تتنقل كمان إلى المريض سواء طفل أو كبير عن طريق الحيوانات الأليفة إذا كنتو يعني عندكو حيوان في البيت وإذا كان الحيوان ده مصاب بيها زي القطط والكلاب يعني ودي مش دعوة أكيد إن إحنا ما نحبش إن إحنا الحيوانات عشان أنا عارف إن فيه ناس عندهم حساسية الحياة زيادة تجاه الموضوع ده مع إنها حرية يعني فيه ناس تحب هذا الأمر وفيه ناس ما تحبش هذا الأمر إحنا بنتكلمش عن الحب والكر ولا بنتكلم عن الجانب الإنساني في الموضوع بس قصدي إيه؟ قصدي يعني قصدي نقطة بس الجانبية كده لإني بشوف أحيانا فيه ناس بتبقى متطرفة شوية في الدفاع عن قضايا إنسانية عادية جدا يعني محدش ضد إنه إن حد يربي كلب أو قطة في بيته دي حاجة حرية شخصية وحاجة اختيار وكل حاجة تمام؟ فأكيد مش من حق حد تاني إنه يقوله اللي بتعمله ده غلط صحي كده؟ مش من حق بس برضو مش من حق بقى صاحب الكلب أو القطة ده إنه هو يعني دايق من الناس اللي ما بتحبش الموضوع لا ما زي ما انت ليك الحرية إنك تعمل كده تربي كلاب حيوانات أليفة يعني في البيت زي اللي بيربه عصفير ما مش لازم كلاب أو قطة يعني في ناس تانية ممكن ما تحبش الموضوع فلا دول يعترضوا ولا دول يعترضوا يعني ده رأيي الشخصي فبمناسبة التانية يعني إن بعض الحيوانات كلاب أو القطة ممكن يكون عندهم تانية فهنا بتكون ممكن يكون هي ينقلوا هذه الإصابة أو هذه العدوى إلى حد فرد من أفراد الأسرة التانية خلوا بالكو حالة مرضية معدية حالة مرضية معدية ففي حالة إصابة طفل أو فرد من الأسرة فلازم يتم فحص باقي أفراد الأسرة ولازم برضو فحص الحيوانات المنزلية باستمرار والتركيز والبحث عن القشر أو مناطق الهرش لو فيه مناطق بيهرشوا هم فيها أو مناطق تساقط الشعر عندهم هنطلع لفاصل دلوقتي وهنرجع من الفاصل نتكلم عن موضوع يا رب الجزء المهم الحلقة يكفيه وهو عن المواد الخطيرة التي يجب تجنبها في منتجات الشعر والبشرة عند الأطفال وعند الكبار يحكى أنه مازال متواصل خليكم معا أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الثالث والأخير من حلقتنا النهاردة واللي إن شاء الله هكلم في حضراتكم عن موضوع مهم جدا عنوانه مواد خطيرة يجب تجنبها في منتجات الشعر والبشرة عند الأطفال وعند الكبار ده موضوع مهم جدا جدا وكنت نوهت في حلقة سابقة وقلت إن شاء الله هكلم حضراتكم في الموضوع ده تنوع المنتجات الخاصة بالشعر والبشرة بقى تنوع كبير جدا يعني الفترة الأخيرة بقى فيه أو مش الفترة الأخيرة السنوات الأخيرة يعني بقى فيه كم مهول من أنواع مستحضرات الشعر ومستحضرات البشر شامبوهات والكريمات ومستحضرات العناب الجلد أو العناب البشرة يعني بقى فيه تنوع كبير جدا جدا ومن فترة الأطفال دخلوا دايرة اهتمام الشركات اللي بتصنع المنتجات دي خلاص يعني كان زمان ما كانش فيه إلا شركة واحدة تقريبا هي اللي بتعمل الموضوع ده أو الخاصة بمنتجات الأطفال في المجال ده لأ ابتدى يدخل بقى شركات منافسة كتير وابتدى يبقى فيه برضو تنوع في منتجات الأطفال الخاصة بالشعر والبشر وزي أي منتجات تجارية في منها منتجات محلية وفي منها منتجات مستوردة يعني بتتعمل في بلاد تانية وفي منتجات محلية بقت تتصدر لدول مختلفة وفي منتجات مستوردة بقت تصنع محليا بمواصفات قياسية في كل الأحوال لما نيجي نختار منتج لشعر أو بشرة أطفالنا أو لينا إحنا ككبار وأنا هنا بتكلم أكتر للسيدات والفتيات والبنات يعني فلازم يكون فيه معيار محدد بعيدا عن سعر هذا المنتج أو شكله أو رحته حلوة ولا لأ أو نوع الدعاية المستخدمة في الترويج للمنتج ده بمعنى إيه؟ ممكن يبقى فيه الاستعانة بنجمات وناس يعني زي ما بيقولوا كده تقيلة قوي في المجال بتاعه فإن الأيوم جايين بيعملوا إعلان ده فده مش ضمانة أن المنتج ده يبقى كويس يبقى المعيار ما يكونش سعره وما يكونش شكله وما يكونش رحته حلوة الله ده رحته جميلة أوه وما يكونش نوع الدعاية المستخدمة في الترويج للمنتج ده أين كان بقى هي إيه؟ المعيار الوحيد اللي لازم يحكمنا في المجال ده هو الأمان والأمان ده وفي الموضوع ده الموضوع ده تحديدا اللي هو موضوع الشعر والبشرة مش في مدى توفر عناصر معانة في المنتج زي ما الناس تفتكر يعني فيه ناس يقولك أو منتجات يقولك غني بزيت الجرجير غني بزيت اللوز غني بزيت الأرجان وهكذا لا دي عناصر جودة أنا بقول لك دي عناصر جودة حاجة حلوة توفرها في المنتج بيديله جودة لكن الأمان من الناحية الصحية والطبية حاجة تانية خالص بيتمثل في إيه بقى الأمان؟ بيتمثل في عدم وجود عناصر معينة يعني لازم المنتج اللي نستخدمه إحنا أو أطفالنا سواء للشعر أو للبشرة يكون خالي من مواد خطيرة وعلى فكرة في حال إن ده حصل هتلاقوا الشركات اللي بتصنع بقى المنتج ده بتفتخر بدا سوري يعني في الكلمة القاسب بتتفشخر بدا ليه؟ فعشان كده يعني هتلاقوهم يقول لك خالي من كذا هتلاقوهم هم اللي بيعلنوا هم اللي كاتبين على العبوات عشان كده لازم نقرأ المكتوب كويس قوي على العبوات دي من برا لازم نقرأ كويس قوي ونتأكد من عدم وجود المواد الخطيرة اللي هحذركم منها دلوقتي بالمناسبة ممكن تكون المنتجات الخالية من كل المواد الخطيرة قليلة فعلا وممكن تكون غالية لكن على الأقل على الأقل لازم لما نختار منتج خاص بالشعر أو البشرة سواء لنا أو لأطفالنا نتأكد أنه خالي من أكبر عدد ممكن من المواد الخطيرة والمواد الخطيرة دي هي أربع مواد بشكل أساسي المواد دي هي البارابينز الفاثيلات السالفيت اللي هي الكابريتات والصبغات طيب إيه مخاطر المواد دي سواء على البشرة أو الشعر أو على الجسم بشكل عام أول هذه المواد الخطيرة هي البارابينز والبارابينز دول اسم عيلة كاملة من المواد الكيميائية الحافظة والمفروض أنها بتقاوم البكتيريا والفطريات طيب يا عم ما حاجة حلوة هي مال مالك فيه هقول لكو لا لأن البارابينز والشائع استخدامها جدا في تصنيع مواد التجميل وتحديدا كريمات تفتيح البشرة أضرارها أكتر بكتير من نفعها أضرارها هي إيه بقى إنها خطر على الحوامل وبتسبب كمان اضطرابات في عمل الغدد الصماء وبتخفض هرمون التستيستيرون عند الرجال وبتزود احتمالات الولادة المبكرة وبتساعد على زيادة نسبة انخفاض وزن المولود بعد الولادة ده غير إنها بتسبب تهيج مزمن لخلايا الجلد في مناطق استخدامها البارابينز كمان لها أخطار شديدة على الشعب المرجانية في حال التخلص من بقايا عملية إدخالها في المنتجات التجميلية دي تم التخلص بقى من البقايا دي عن طريق البحر أو المحيطات فيعني ليها كمان أضرار بيئية خطيرة جدا طيب دي البارابينز ايه بقى الفاثيلاتس دي وقصتها ايه وليه خطيرة الفاثيلاتس دي مواد كيميائية برضو مواد كيميائية بتستخدم أساسا في صناعات البلاستيك وبتستخدم أساسا في صناعات البلاستيك علشان تدي البلاستيك قدرة أكبر على التحمل بتوضف كمان للمطات والدهانات وبتستخدم كمان في مستحضرات التجميل والعطور وملمعات الأظافر ومزيلات رائحة العرق أقول لكم الفاثيلاتس بتستخدم في ايه كمان؟ بتستخدم في صناعات السجاد وبتستخدم في بعض لعب الأطفال وفي المستحضرات الطاردة للنموس طيب الفاثيلاتس دي أضرارها ايه بقى؟ ليها أضرار على الكبد وليها أضرار على الكلا وأضرار على الجهاز التنفسي وممكن تؤدي لانخفاض هرمون الأندروجين وممكن تؤدي لقدر الله كمان لسرطان الثدي وتكيّس المبايت تالت المواد الواجب تجنبها من المواد الخطيرة الأربعة الواجب تجنبها هي الصالفيت أو الكابريتات الصالفيت أو الكابريتات دي بقى بتجرد فروة الرأس من الزيوت الطبيعية الموجودة فيها فبتخلي الشعر جاف وخشن ده غير إنها كمان بتدمر بويصلات الشعر غير إنها ممكن تسبب الحساسية للجلد أو لفروة الرأس أما رابع المواد الخطيرة اللي لازم تجنبها في منتجات الشعر أو البشرة زي ما اتفقنا سواء لينا ككبار أو للأطفال فهي الصبغات ودي بتسبب الحساسية الجلدية في المكان المستخدم في المنتج طيب يبقى اتفقنا إننا نحاول بجهد وبتركيز وبوعي إننا ندور على المنتجات الخالية من الأربع مواد الخطيرة دي اللي هي إيه البربينز الفاثيليتز الصالفيت اللي هي الكابريتات الصبغات خلوا بالكوا أنا بقولكوا هو لما تلاقوا منتج مكتوب عليه خالي من الصالفيت يبقى تعرفوا إنه كويس خالي من البرابينز خالي من الصبغات تعرفوا دي ميزة أنا بقولكوا هو لو ما فيش حاجة بقى من دي مكتوبة لا يبقى فيه لازم نراجع نفسنا بقى خلاص وإذا ما توفرش الميزة يعني دي إن هي إن إحنا إن إحنا إن الميزة إيه ميزة إن المنتج يبقى خالي من الأربع مواد يبقى ندور على المنتج الخالي من ثلاث مواد فهمتوا قصدي؟ ما نفعش يبقى ندور على منتج خالي من اتنين وده على الأقل ده على الأقل خلوا بالكوا أو يا جماعة من الموضوع ده هقول لهم تاني البربينز الفاثيليتز الصالفيت اللي هي الكابريتات والصباغات ده أو دي أربع مواد في منتهى الخطورة نخلي بالنا منها لإن دي منتجات إحنا بنستخدمها بشكل دوري بنستخدمها يعني لو في شامبوهات أو في كريمات أو في موزيلات عرق زي ما قلنا أو في وهكذا اللي بيستخدموا الحاجات بيستخدموها على طول أو بيستخدموها فترات طويلة أو بصفة متكررة فما ينفعش يبقى فيه منتجات خطر كده وإحنا نستخدمها هتقولوني طيب هي خطر هما ليه سايبينها هقول لكم زي بالزبط بالزبط لما بنجيب حاجة من الحلويات أو بنشرب حاجة من المشروبات فتلاو إيه مكتوب كلمة إيه ألوان صناعية من المصرح بيها أو نسبة الألوان الصناعية الموجودة في المنتج في الحد المسموح بيه صحيا تمام؟ وده عايز أقول لكم يعني مش ضمانة إن ده منتج صحي خالص هتقولولي هو ده بيحصل فيه تزويل؟ آه طبعا بيحصل فيه تزويل ده صناعات ثقيلة جدا جدا ويعني معاملات تجارية بمليارات الدولارات لأن منتجات دي بتباع في كل دول العالم وزي ما قلتلكم في الأول في منتجات مستوردة بتتباع في كل دول العالم فعشان كده بتلاقي فيه ناس مجتهدة وبتحاول تعمل منتجات دي بشكل محلي تمام؟ وفيه ناس وصلت لمعيار جودة إن المنتج المحلي ده بقى يتصدر لدول كتير يعني إحنا عندنا منتجات خاصة بالشامبوهات والحاجات دي كلها منتجات محلية بتتصدر لدول كتير تمام؟ وفيه منتجات زي ما قلتلكم مستوردة فبقت اتعمل لها مصانع مثلا مصنع في مصر علشان تدي الإنتاج بتاعها لمصر وعدد من الدول المجورة لمصر ولكن زي ما فيه اجتهاد في المعاملات التجارية وفيه اجتهاد في الدعاية وفيه اجتهاد في شرح المزايا بتاعت الحاجات المضافة للمنتج ده علشان تبقى مفيدة للشعر أو للجسم زيت زي ما قلتلكم زيت الأرجان زيت اللوز زيت جوز الهند وهكذا زيت الجرجيء وهكذا دي كلها حاجات مزايا لكن هذه المزايا لا يجب لا يجب أن تلهينا عن المخاطر فعشان كده أنا بوجه نصيحة ليكم أو وجهت النصيحة ليكم وبوجه النصيحة والكلام إلى الصناع وهنا أنا بتكلم بقى عن بلدنا مصر والدول العربية إذا كان فيه دول عربية أخرى عندها نفس المنتجات أكيد يعني فيه دول عندهم برضو منتجات محلية خاصة بيهم اكتهدوا أكتر في البعد عن هذه المواد الأربعة الخطيرة اللي الطب أو الأبحاث الطبية أكدت على خطورتها وأكدت على مسويقها أكدت كلام ده مش كلام من عندي أو اكتهد شخصي لا ده نقلا عن مصادر طبية مصادر مش مصد أكدت على خطورة هذه المواد الأربعة تمام وعشان كده حتى بقول لكم إيه في حال إن إحنا ملقناش المنتج اللي متوفر فيه إن الأربعة ما يبقوش موجودين فيبقوا تلاتة مش موجودين مش لازم الأربعة اتنين مش موجودين بس ما ينقلش بقى عن كده فهمين فهمت وجهة نظري يعني مش لازم نقدم تنازل عن المعيار الصحي أو معيار الأمان وها ويعني واسمحوا لي إن أنا أحلكم أو يعني أرجعكم بالذاكرة شوية مش لازم تكون أنتوا عصرتوا حتى هذه الفترات ولا أنا حتى أكون عصرتا بس في أجيال سبقت أجيال من أمهاتنا وجدتنا والحاجات دي كلها أجيال عاشوا حياتهم بشكل طبيعي خالص بعيدا عن كل هذه المنتجات وكان شعرهم زي الفل وبشرتهم زي الفل وكان ما عندهمش أي نوع من أنواع المشاكل فهمتوا قصدي أكيد أنا مش 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 ضد الحداسة ومش ضد التطور أكيد لكن اللي قصدي إن أنا أقوله لحضراتكم إنه مش كل الحداسة خير ومش كل الحاجات اللي تطورت تطورت للأفضل هي ممكن الأفضلية دي تكون في الشكل في الباكينج في التعبئة في الروايح زي ما اتفقنا لكن فكروا كده معايا يعني أي حد أي أم كده قاعدة دلوقتي قدامي بتتفرق ممكن تقول إيه يا طارق جدتي كانت بتستخدم الشامبو اللي فيه مش عارف إيه هتقول لا طب أو مامتها اللي هي جدت يعني مامت الجد ما كانش فيه الحاجات دي الله هنقعد نقول هم كانوا عايشين إزاي من غير الحاجات دي وبتاع لا كانوا عايشين وكانت حياتهم جميلة وحياتهم عظيمة وكانت أمراضهم أقل وأكيد أكيد برضو بوضحه أنا مش 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 دعوة للعودة للماضي هم بس القياس ده بقى نطبقه في كل حاجة في الموبايل بقى وفي أجهزة الكمبيوتر وفي كل حاجة من الحاجة وفي الأكل وفي المواد اللي بيستخدمها في الأكل وهكاس فقصدي إنه المنتجات دي إذا وجد إنها في منها أو توفر ما هو آمن نستخدمه مش آمن ما نستخدموش ومش هيحصل حاجة خالص نستخدم الوسائل التقليدية بقى نرجع كده ونبحث بقى على جوجل وعلى غيره ونقعد ندور بقى يا ترى الناس بقى كانوا بيعملوا إيه زمان نسأل بقى أهالينا كانوا بيعملوا إيه زمان بس طبعا مش مش هنروح بقى ناحية حاجات اللي هي بتطلع في الحاجات الكميديية مش هنحط جاز بقى على الشعر ومش عارف إيه لا بس نسأل نسأل كده كنتوا بتعملوا إيه زمان كنتوا بتستخدموا إيه زمان وهكذا اللي يسأل إيه مايتوش وإن شاء الله ما يبقاش فيه توهان ولا فيه أي حاجة وحشة وأرجو أن أنا ما كنش يعني دايقتكم بهذه المعلومات أنا أصدي التنوير وأصدي أنكم تعرفوا المعلومات وكل واحد في الآخر بيبقى عنده المعلومة الصح هو بقى يتصرف زي ما هو عايز سواء لنفسه أو لأطفاله شكرا جدا على حلقة النهاردة وأرجو أنكم تكونوا استفدتوا منها وإن شاء الله إذا ربنا أراد سبحانه وتعالى أكون معكم الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من يوحك أن سلام عليكم